استضافت جامعة بنتلي الأمريكية سعادة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية كضيف شرف في لقاء جمعه مع ما يقارب من 200 طالب وطالبة من طلاب الجامعة وقد تحدث سعادته عن طبيعة التسامح والتعايش في مملكة البحرين بما في ذلك التسامح الديني والمتأصل في المجتمع البحريني منذ مئات السنين وأوضح بأن هذا التسامح والتعايش الذي صانه النهج الإصلاحي لصاحب جلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه شكل حصنا منيعا ضد المحاولات الأجنبية لزعزعة الأمن في المملكة وأضاف سعادته إذ تتصدر الجمهورية الإيرانية محاولة التغرير ببعض الشباب وأدلاجتهم ودفعهم إلى التطرف وتسليحهم وتدريبهم على القيام بالأعمليات الإرهابية فإن الخطر الإيراني الذي يمثله النظام وحرسه الثوري لا يقتصر على مملكة البحرين أو الوطن العربي بل يتجاوز إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين وأن هذا التهديد ينبع من الدستور الإيراني الذي ينص على تصدير الثورة وبالتالي فإن الموقف الإيراني لن يتغير إلا عندما تتخلى إيران عن مفهومها هذا وأن تبدأ بالتصرف كدولة طبيعية من دول المجتمع الدولي المسالم وأن تحترم مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبادئ احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وقال سعادته أمام محاولات إيران تهديد السلم في المملكة عن طريق دعم الجماعات الراديكالية إلا أن العملية الديمقراطية في مملكة البحرين التي دشنها النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدة بما في ذلك مبادئ سيادة القانون وفصل السلطات والتمثيل الشعبي شكلت صمام الأمام أمام محاولات زعزعة الاستقرار وفي هذا السياق أوضح سعادة السفير بأن للمملكة البحرينية إرث طويل في تمكين المرأة ومشاركتها كعضو فعال في المجتمع البحريني فكان للمرأة البحرينية حق التصويت في الانتخابات البلدية منذ خمسينيات القرن الماضي مما جعلها في طليع الدول الخليج العربي التي تتمتع بكامل حقوقها السياسية متماشيا مع ركن أساسي من النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدة منذ انطلاقة متمثلة في تمكين المرأة البحرينية وصون حقوقها وفي الختام وجه سعادته عددا من النصائح إلى الطلبة بما في ذلك ضرورة الاجتهاد والالتزام لتحقيق أحلامهم المرجوة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم التعليمية والمهنية اشتركوا في القناة